مناسبة دخول العائلة المقدسة إلى مصر هو عيد مصري صميم تحتفل به الكنيسة منذ القرن الأول الميلادي وعبر كل سنة وعبر القرون الاحتفال قائم خاصة في المواضع الأسرية كما شرح نيافة أنبا يوليوس الكنيسة والمغارة تحت من القرن الأول الميلادي وهذه الكنيسة من القرن الرابع الميلادي ومواضع أسرية كثيرة في هذه المنطقة وجدت فيها الحياة والعبادة قبل أن توجد دول كثيرة في العالم قبل أن يكتشف العالم الجديد بكل دول وقراته وهذا يبين الأصالة التي تعيش فيها مصر والتي تتمتع بها مصر أنا أريد أن أحدثكم في سلاسة جوانب الجانب التاريخي والجانب الروحي والجانب السياحي الجانب التاريخي حسب التاريخ في الكتاب المقدس في العهد الجديد يذكر أن السيد المسيح ولد في أوروشاليم في بيت الأحم وكان في ذلك الزمان الملك هيروديس ملك اليهودية وهي المقاطعة الجانوبية من فلسطين وكان هيروديس شخص له سلطان وله كبرياء وله سلطة وكان لا يرى في الوجوه إلا نفسه فكان يعتبر نفسه أنه هو الملك أولا وأخيرا ولكن في ميلاد السيد المسيح الذي أتى إلى العالم جاء الرعاء يزور ميلاد السيد المسيح الرعاء كان يهود وجاء إليه المجوس والمجوس هم علماء فلك قدموا من الشرق من نواحي العراق وإيران وكانوا يعبدون النجوم ويدرسون النجوم ويعرفون أحداث كثيرة في العالم من خلال حركة النجوم فعندما وجدوا نجما يتحرك من الشرق إلى الغرب وهذا على غير العادة وجدوا هذا النجم يصل إلى بيت لحم وحسب كتبهم تقول أن ظهور هذا النجم هو ظهور لملك جديد فجاءوا وراء ذهبوا إلى هيروديس الملك وسألوه قالوا له أين يولد ملك اليهود أول ما سمع كلمة ملك اضطرب وتعب وابتدى يفكر كيف يقتل هذا الملك طبعاً ده طفل صغير لسه مولود فقال لهم بخدعة قال لهم روحوا شوفوا هذا المولود المولود الذي سيصير ملك اليهود وقلوا لي هو هيتولد فين عشان أروح وأسجد له وكانت هذه خدعة ومكر وخبس وكانت النتيجة أنه أوحي لهم أنهم مايرجعوش فراحوا وشافوا الملك اللي هو السيد المسيح طفل صغير مولود طبعاً المسافات زمان زي ما حضراتكم تعرفوا كانت مافيش مواصلات سريعة فالسفر بياخد وقت وقدموا هداياهم الزهب واللبان والمر وهذه هدايا لها معانيها الروحية ولكن أيضاً لها معانيها الإنسانية وحسب كتب هؤلاء المجووس فإن حياة الإنسان هي أيام عديدة أي واحد فينا بيعيش عمره أيام هذه الأيام سلاسة أنواع أيام دهب وأيام لبان وأيام مر أيام الدهب أيام الفرح والنجاح والإنجاز أيام المر أو أيام اللبان اللبان هو البخور وده منتج نباتي أيام اللبان هي أيام الجهاد والتعب والمذاكرة والدراسة والشغل والعمل وأيام المر هي الأيام التي يتعرض فيها الإنسان لضعفات وأزمات في الحياة وهي عديدة فكأن حياة الإنسان فينا من خلال هذه الهدايا هي أيام الدهب وأيام اللبان وأيام المر وهذا ينطبق على أي واحد فينا أي واحد فينا أيام حياته كده وانصرفوا من المكان وما رجعوش لهيروديس فبدأ هيروديس يضع خطة لقتل كل الأطفال الصبيان اللي عمرهم سنتين فما دون وصارت مسبحة في تلك البلاد وراحيل تبكي أبنائها كل أم بتبكي بيقتلوا ولدها في مثل هذا التوقيت زهر الملاك ليوسف النجار ويوسف النجار كان القديس الحارس لأمنا العزراء مريم زهر وقال له روح لمصر وهذا الجانب التاريخي اللي فينا بقى بيحب الجغرافيا والتاريخ يعرف أن فلسطين حواليها بلاد كتيرة بحسب التوزيع السياسي فمثلا هناك الأردن وهناك لبنان وهناك سوريا ومصر طبعا ولكن اختار مصر وهي البلد الكبير واختار هذا البلد لكي ما يكون هو الملجأ الأمين وجه لمصر طبعا جنود هيرودو استعقبوا هروب العائلة المقدسة نحن بسميها زيارة العائلة المقدسة أو زي الكرال الجميل اللي كان بيتكلم زيارة تاريخية وتعقبوا العائلة المقدسة فلذلك حسب التاريخ وحسب التقليد العائلة المقدسة سلكت طرق متنوعة مش الطريق الرسمي اللي موجود وجه في مصر وهذا انفراد وجه في مصر العائلة المقدسة المسيح طفلا وأمنا العزراء والقديس يوسف النجار ناس غرب ولذلك نقول عن السيد المسيح هو أول لاجئ لمصر من لاجئين ومصر دائما البه مفتوح يتسع للآخرين في أزمتهم ونقول عليها أيضا أنه أول سائح أو أول زائر طبعا دي تعبير حديثة يعني هذا من الجانب التاريخي المثبت والمدون في الكتاب المقدس أضيف في هذا الجانب أنه من العهد القديم وقبل أن يولد السيد المسيح بحوالي سبعمائة عام أو تمنمائة عام جاءت نبوة برضو زي ما شفنا واسمعنا في الترنيمة في ترنيمة الكرال جاءت نبوة أشعياء النبي النبوة بتقول في الموضع الآن اللي أنتوا حفظينها مبارك شعبي مصر في ذلك اليوم يكون مسبح للرب في وسط أرض مصر مسبح للرب مش مسبح وسني مسبح مسيحي للرب في وسط أرض مصر وهذا مكان وصار فيما بعد في زيارة العائلة المقدسة والمسبح المدشن بيد السيد المسيح نفسه في منطقة الدير المحرق بأسيوت وبالمناسبة أيضا في الكتاب المقدس العهدين القديم والجديد ذكرت مصر والمصريين حوالي سبعمائة مرة ودي أكتر بلد ذكرت في الكتب المقدسة هذا من الجانب التاريخي من الجانب الروحي بلا شك هذه الزيارة للبركة وهذه الزيارة لها بركتها على أرض مصر حتى لو كان البركة إحنا مش بنشوفها بعنينا لكن بنحسها بنشعر بيها والذي يقرأ التاريخ ويقرأ الأحداث يعرف أن مصر محفوظة في يد الله ودائما أقول أن كل دول العالم محفوظة في يد الله إلا مصر هي محفوظة في قلب الله وهذه البركة بركة حياتية لأن السيد المسيحي ليس جه يوم ورجع ده جه وقعد ثلاث سنين وستة أشهر وعشرة أيام ولفوا مصر كلها واتحركوا فيها من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها ونص الرحلة كانت برا ونص الرحلة كانت نهرا فكان فيه بركة للمية والأرض والتراب وحب أذكر لحضراتكم أن أحد الباحثين وأسازة الجامعات عمل رسالة دكتوراه خلصها السنة اللي فاتت في ألمانيا وخادت أفضل رسالة دكتوراه في الجامعات الألمانية هذه الرسالة كانت عن العائلة المقدسة عمل فيها إيه؟ قدر يرجع من خلال الخرايط ومن خلال مواقع النت وجوجل قدر يرجع للطرق التي كانت موجودة في زمن السيد المسيح وعمل لها الخريطة وابتدى يحدد هذا المصار تاريخيا بحسب مواقع القرن الأول الميلادي وخرائط استخدم فيها خرائط الأقمر الصناعية والحقيقة حققت الرسالة ده هي نجاح كبير وتأكيد كبير بل أظهرت بعض المناطق التي توقفت فيها العائلة المقدسة وكناش نعرف أنه وقفت فيها وفي بعض القرى في الصعيد والحقيقة رسالة عظيمة وأنا طلبت من الأخ الباحث ده هي بالإنجليزي وبالألماني أنها تترجم للعربي لأنها تبقى مفيدة لنا كتير الجانب البركة جانب البركة أو الجانب الروحي هو لنا كلنا فممكن الشارع اللي انت ماشي فيه يكون مشت في أمنا العدر مش بعيد خالص وممكن المكان اللي في النهر اللي بتشوفه انت ماشي يكون نزل فيه العدرة مريم والسيد المسيح ويوسف النجارة عشان يركبوا مركب صغير يوصلهم لحد والإحساس أن السيد المسيح يختار دون دول العالم المحيطة يختار مصر بالذات ويعود فيها الفترة الطويلة دهية هذا امتياز وهذا انفراد وليس له مثيل في العالم ملوش مثيل في العالم والإحساس الروحي هو احنا بنحتفل في موضع أسري دي محطة من محطات العائلة المقدسة واحنا يلي عايشين في القرن الواحد وعشرين بنحتفل بأحداث من القرن الأول الميلادي والكنيسة اللي احنا موجودين فيها من القرن الرابع الميلادي وتحتضن المغارة من القرن الأول الميلادي هذه مواضع للبركة وللقوة الروحية عايزة أقول لك ان في حاجة اسمها القوة الروحية القوة الروحية دهية الله يعطينا ويسكب في داخلنا قوة خاصة قوة الحياة وكتير أظن حضراتكم بتشوفوا الأطباء لما بيتعاملوا مع بعض الحالات المرضية ويقول لك دي معجزة دي معجزة دي تم ده لا بالطبيب ولا بالمستشفى ولا بالدواء ولا بالعلاك دي معجزة هذه القوة الروحية التي يسكبها الله فينا عشان كده احنا كشعب مصري شعب متدين يحب الصلاة يحب الأصوام يحب النسكيات يحب التبرك بمواضع القديسين كل هذه يجعل مصر وشعبها كله وده بدءا من الفراعنة والعصور المسيحية والعصور الإسلامية الامتداد الرائع ده بيجعل من مصر وتاريخها وتراصها وحضرتها كلها ملتوتة أو ممسوحة بغطاء روحي حاجة روحية فمثلا قدماء المصريين وطبعا الأصار اللي ويانا كلنا واللي بيحبوا أو مهتمين يعني بالأصار الفرعونية والمسيحية والإسلامية يعرفوا كده أن الفراعنة لم يتركوا لنا سوى أهرامات ومعابد ما عملوش أصور مثلا أصل الهرم ده مقبرة كلمة هرم يعني قبر فالأهرامات مقابر والمعابد للعبادة كأنهم بيعملوا الحكتين الحياة الأرضية للعبادة والحياة الأخرى من خلال المقابر شعب متدين حتى وصل في تاريخنا المصري أن صار نهر النيل أحد المعبودات الإله حابي وهذه المعبودات جعلت الفراعنة والمسيحيين والمسلمين يبنوا معابدهم وكنائسهم ومساجدهم قريبة من النهر الروح وحضرتك لما تشوف خريطة مصر العظيمة النهر ده تلاقيها نهر النيل ماشي من الجنوب وطالع في الصعيد وعند القاهرة ينقسم إلى فراعين وهذا يمثل الإنسان الذي يرفع يديه في الصلاة فكأن نهر النيل يصلي وده يعطينا قوة روحية في التاريخ مش قوة مادية بس احنا باش بنزور أصار لكن قوة روحية والقوة الروحية دي يعني ما كان زي كده امتلأ بأنفاس أمنا العزراء والقديس يوسف النجار والسيد المسيح لما تنزلوا المغارة تحت وده يعطي لنا قوة روحية وده شيء لحياة الإنسان مهم جدا أن يشعر بالبركة ويشعر بالقوة الروحية ويشعر بيد الله التي تعمل ويشعر أن مصر كلها كأنها معبد كبير كأنها معبد كبير هذا من الجانب الروحي أما من الجانب السياحي أو الجانب الاقتصادي فهذا المصار بالحقيقة هو نعمة كبيرة أعطاها الله لمصر يعني أقدم هداية كده مخصوصة لمصر الله نعمة عديدة يعطينا الماء والهواء والشمس وعطاياه الكثير ولكن لمصر أقدم لها هذه الهدية المتميزة والمنفردة والتي ليس لها مسيل هذه الهدية كانت في هذا المصار ورغم أن الكنيسة القبطية تحتفل بهذا المصار على المستوى الديني منذ قرون وقرون ولكن اهتمام الدولة بالقيادة السياسية والحكومة المصرية وهالهيئات الهزرات والمحافظات وكل من له علاقة بهذا المصار بدأ الاهتمام منذ عدة سنوات بإعداد مصار الرحلة طبعا نحن نسميها رحلة لكن هي مش رحلة ده كانت هروب لكن يعني بنحط لها كده نوع من اللفظ الجميل زيارة العائلة المقدسة وتحددت الخمسة وعشرين محطة في من أول سينة وامتدادا إلى الوجه البحري ثم مصر القديمة ثم نزولا في الصعيد وصولا إلى أسيوت وصار المصار موضع اهتمام الحكومة وموضع اهتمام من الجهات المسؤولة وأيضا صار بصورة رائعة جاذبا للسياحة على مستوى العالم فمن يزور مصر هو يزور موضع غير موجود في أي حتة تانية ويزور مصر موضع له القيمة الروحية وله التاريخ الكتابي في الكتاب المقدس ويزور مصر ويتمتع بمواضع متعددة هناك الكنائس وهناك الأديرة وهناك على سبيل المثال شجرة شجرة مريم وهناك مواضع زي في المعادي أنه يخلص الرحلة على الأرض ويبتدي ينزل في المية المعادي جاي من كلمة يعدي وهكذا فصار المصار والذي بدأ الاهتمام به من عدة سنوات واهتمام جاد والحقيقة عدد من السادة الوزراء والسادة المحافظين وفي لجنة مشكلة من أجل هذا افتتحوا المصار في مناطق متعددة السنة اللي فاتت أنا صليت في مثل هذه الليلة والأداس بتاعه دخول المسيح مصر في مدينة سخة في كفر الشيخ وهو موضع آخر وجدت المكان هناك أعد جيداً وتوضب وبقى جذاب لأي زائر يحبيك ولأن كنائسنا الإبطية المصرية انتشرت في العالم لنا أكتر من خمسمائة كنيسة في العالم ومنتشرة فيه أكتر من مئة دولة وطبعاً بيختلف بيختلف حجم اللقباط الموجودين وإن كان العدد الكلي للقباط خارج مصر حوالي 2 مليون تقريباً والإحصائيات دي متغيرة وضعنا عنوان جديد للاحتفال بهذه المناسبة إحنا بنقول في مصر عيد دخول المسيح أرض مصر كلنا فاهمين وعايشين في مصر واخدين بركة مصر وبنفتخر أن كل واحد فينا مصري فسمينا التسمية اللي ممكن تستخدع على مستوى عالمي وهو الورلد كوبتك داي اليوم القبطي العالمي اليوم القبطي العالمي وبقى تحته نكتب عنوان دخول السيد المسيح مصر ونكتب تحته التراث التراث الكبير الموجود التاريخ الشرح الأيقونات اللغة إلى آخر هذه المفردات الأسرية الجميلة وصار المصار مصار له خط واضح وتقام له مشروعات واحتفالات كثيرة جدا ولكن أنا أطلب أن يكون للمصار في مكانة يعني في مدارسنا في مدارسنا طلبنا منذ فترة بأن يكون يوم واحد يونيو يوم زي تحتفل به مصر لأن هذا يعتبر عيد قومي وطبعا أنا متأكد أن يأتي يوم يحصل كده لكن كمان في المدارس لازم الثقافة والتوعية بأهمية هذا الجزء من تراثنا المصري يجب أن يكون حاضرا في الأزهان وفي الدروس وفي تعليم الصغار هذا مصار مهم هو ليس من ناحية الدينية ونحية الدينية سيهمني أنا كإنسان مسيحي ولكن هذا المصار يهم مصر كبلد كدولة وتأكدوا لو أتيحت الفرصة لكثيرين في العالم أنهم يأتيوا إلى مصر ووجدوا راحة ووجدوا استعداد للترحيب بهم ووجدوا في البرامج السياحية المتعددة اهتمام شديد سوف يتضفق السواح بالملايين على مصر زي ما حضراتكم عارفين وطبعا السياحة والناس المهتمين بالسياحة يعرفوا أكثر أن عدد السكان دايما في كل دولة هو مقياس السياح يعني مثلا إحنا 100 مليون بيجلنا سواحد إيه 10 مليون يبقى النسبة عندنا 10% بعض الدول 60 مليون بيجلهم 60 مليون سياح النسبة 100% بعض الدول 3 مليون بيجلهم خمسة مليون سائح فبقى أكثر وبالتالي لازم نعمل حملة توعية مستمرة بدءا من مدارسنا والحملة ده هي تمش لنا الحملة دي للخارج علشان العالم كله يعلم مقدار هذا المصار تاريخيا جغرافيا روحيا سياحيا وأيضا من الناحية الاقتصادية بس لازم نكون إحنا كشعب وكمسؤولين في كل مكان من الأماكن دهات مستعدين تمام الاستعداد من أجل استقبال هؤلاء إن نجحنا في ذلك أعتقد إن هذا مفتاح كبير من أجل حل أي أزمة تكون موجودة طبعا ده على المدى الطويل مش هيبقى بين يوم وليلة لكن أعتقد أن البداية هي من خلال المدارس ودي بداية مهمة لنا جميعا أنا سعيد أن أشترك وياكم في هذا الاحتفال بعيد دخول السيد المسيح أرض مصر وسعيد بحضور أحبائنا المسؤولين في الدولة وطبعا حضور الأباء البطرنة والأباء الأسافة من دول كثيرة فرصة طيبة أننا سنتقابل كلنا هنا النهاردة في مصر قديمة وبكرة حسب ظروفكم في المعادي فده احتفال قوي نحتفل بهذه المناسبة التي تملأنا فخرا وتعطينا قوة وتباركنا بكل نعمة روحية الله يحفظكم جميعا ويبارك في بلدنا وفي حياتنا ويعطينا دائما أن نمجد اسمه القدوس له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين